السيرة الذاتية للفريق الركن مطلق الإزيمة الذي صدر أمر ملكي بتكليفه بعمل قائد قوات المشتركة تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر الاشتراك ولايك للفيديو السيرة الذاتية للفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الإزيمة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الذي صدر الأمر الملكي بالموافقة على تكليفه بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة حصل قائد القوات المشتركة المكلف الفريق ركن مطلق الإزيمة الذي أثبت قدارته في الميدان وأكد مهارته القيادية بنجاح في المهمات التي كلف بها على بكاليريوس علوم عسكرية تخصص مدرعات من كلية الملك عبد العزيز الحربية واستكمل تعليمه العسكري بالحصول على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للكوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية ثم درجة زميل كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وبدأ مسيرته بقيادة فصيل دروع ثم قائد فصيل تموين وصيانة حتى تولى مهمة مساعد ركن الاستخبارات في اللواء الرابع بالكوات البرية الملكية السعودية خلال حرب تحرير دولة الكويت الشقيقة ثم مساعدا لقائد اللواء فقائد مجموعة اللواء وتولى قيادة كوات درع الجزيرة التابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استطاعت ولله الحمد إحباط المخطط الإيراني لإصارة الشغب في مملكة البحرين ثم تولى بعد ذلك قيادة المنطقة الجنوبية وقام بالإشراف على خط الدرع الجنوب كما تولى إدارة العمليات العسكرية في عاصفة الحزم وإعادة الأمل بكل جدارة واقتدار بعدها عين قائدا للمنطقة الشرقية تولى خلالها إعداد الخطط والإشراف على التمارين العسكرية ونظرا لخبرته العسكرية المتراكمة عين مستشارا عسكريا في مكتب سمو ووزير الدفاع لإبداء الرأي والمشورة لسموه في الجوانب الاستراتيجية والعسكرية والتخطيطية بعد ذلك صدر أمر ملكي في العاشر من جماد الثاني عام 1439 هجريا بترقيته إلى ردبة فريق ركن وتعينه نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة يتولى الإشراف على الخطط الدفاعية الشاملة ورفع الجهازية القطالية وبناء القوات المسلحة ثم صدر الأمر الملكي اليوم الثلاثاء الثالث عشر من محرم عام 1442 هجريا بتكليفه قائدا للقوات المشتركة ليتولى قيادتها في تنفيذ خطط القوات المسلحة لمواجهة التهديدات الناشئة ومتطلبات بيئة الأمن في المنطقة